هل بالفعل الشوكولاتة ممكن تخسس؟ صباح الخير عليك صباح الفل أخبركو إيه؟ الحمد لله بخير يعني نص المعلومات صحة ونصها غلط زي ما جمانا قالت فيه طلع موضة كده من شوية حاجة اسمها دايت الشوكولات ويمكن واحدة من السلوبراتيز المعروفين قوي اللي خسوا جدا جدا كانت برضو بتعمل دايت معين أو حامية غذائية معينة إمام الشوكولات حاجة اسمها سيرت فودز أو أكلات معينة أو مواد معينة من الأكل بتتاخد كان منها الشوكولاتة والنبيت الأحمر والباريز التوتيات فخصت خصية رهيبة يعني فوق الـ 40-50 كيلو فدي برضو عملت ضج إيه حكاية الشوكولاتة؟ وهي ممنوعة ولا لأها طب وبتخسس ولا بتتخن ومفيدة ولا لأ؟ الحقيقة الكاكاو نفسه الكاكاو الخام هي اللي هي الشوكولاتة هي مادة مفيدة جدا وغنية بمضادات الأكسادة مليانة بوليفينولز فلافينويدز حاجة اسمها كاتكنز كل دي مضادات أكسادة اللي كل الأبحاث أثبتت أنها مفيدة جدا للمناعة مثلا لأن مضادات الأكسادة بتحسن من كفاءة الخلايا مفيدة جدا للقلب للضغط ومالحنا لأن الشوكولاتة عليها مشاكل كتير نحن ما بناكلش كاكاو خام نحن بناخد شوكولاتة معها دهون ومعها سكر كتير فكرة الدايت اللي تعمل على الشوكولاتة إن هي بتخسس هو عمل إن هو بيدي قبل الثلاث وكبات قطعة من الشوكولاتة من الدارك شوكولاتة وأنا عايز أتكلم عن الدارك شوكولاتة برضو النهاردة لأن الناس بتأبيوزت أو بتستخدمها كتير قصدي شوكولاتة صحية قصدي شوكولاتة دايت بشكل اسمها كده هي فيها سعرات فأما إدى الشوكولاتة اللي هي الدارك من سبعين لخمسة وتمانين في المائين في الرينج ده بتبقى مرة شوية وفي نفس الوقت فيها مضادات الأكسادة والحاجات اللي بتعلي الموت وبتحسس بالبلاجر فالناس كتب بتحس إنها مبسوطة وفل بس معيها عمل إيه ودي مهمة جدا إدى دايت منخفض جدا في السعرات فبقت الناس بتخس عشان الدايت منخفض جدا في السعرات وفي نفس الوقت مبسوطة بتعمل شوكولاتة أو إنها بتاكل حاجة المفروض الأساطير بتقول إنها ممنوعة تماما فهي دي قصة كل بقى العلماء بعد كده قالك طب الدايت دي سواء الممثل المشهور المغني المشهورة دي عملته أو دايت الشوكولاتة هل هو صحي أو هو ممكن نعمله قالك الحاجات اللي في باري لو كالوري دايت زي ما تعمل وهي بسعرات حرارية ولا إيلا جدا دا مش سستينبل أو مش ما ينفعش نستمر عليه وبيفتقر عناصر غذائية كتير يعني كل ما نقلل من السعرات إحنا أكيد بنقلل من كميات الأكل بناخده من المجموعات الغذائية المفروض ناخدها عشان نبقى صحيين فيقولك الدايت دا مش مستمر ما ينفعش دايت نمط حياني عشان عليه فبالتالي هو مش صحي عشان دي لكن الكاكاو في حد ذاته من الحاجات الغنية جدا بمواد مضادة للتهابات ومضادات الأكسادة مهمة جدا زي ما قلت للمود مهمة جدا بيقل الكورتيزول مهمة جدا للناس اللي عندها مثلا ألزهايمر فيه عليها بستعدي زي أنه ممكن يحسن من وظيف المخ على فكرة إيفن للجلد لأنه بيشتغل على بزود حاجة اسمها نيرترك أوكسايد في الجسم وده بيحسن أن يخلي الشرايين أو البلد فاسلز أنها توسع فبالتالي يحسن تدفق الدم كل ده من الكاكاو تدفق الدم في حاسية ده خفت من ضغط الدم ما ليش الكاكاو هو الهوت شوكولت؟ ما إحنا بص خلينا نقول الكاكاو بنستخدبه في إيه؟ اللوات شوكولت ده برعا اللبن بنحط عليه كاكاو بس فيه كاكاو مليان سكر إحنا فيه كاكاو بيبقى محلة وعلى فكرة كمان الشوكولاتة بتفرق لأن كل ما الكاكاو يتعرض لدرجة حرارة عالية ويتعرض لتصنيع بيفقد كتير من الفلافينويد بيفقد حوالي 60% فبيفقد فوائده أساساً عشان كده بنقول الشوكولاتة بتفقد من فوائد الكاكاو كتير بتعرضها للحرارة ووفى عملية التصنيع يعني لو حد جاب الكاكاو الخام أنا أشاز يسوء أنا عارفه هو جايب كاكاو وعايزي تطمن استدامين نطمن حنستخدمه أشاز الكاكاو الخام ده هو اللي صحي الكاكاو الخام هو اللي صحي لأنه فيه كل الفوائد من غير إضافات اللي ممكن تعملي مشاكل زي السكر يعني حتى الكاكاو عليه أبحاث أنه بيحسن من حسية الإنسلين فمفيد لمريض السكر لكن الشوكولاتة اللي بناخدها اللي مليانة سكر بتضر مريض السكر هاي دي النقطة لكن ممكن أكل شوكولاتة عادي بس بكميات محدودة ممكن أكل شوكولاتة وعايزة كنت تتكلم على الدارك شوكولات اللي احنا بناخدها الناس اللي بتعمل دايت أو اللي مش عايز تدخن بتجيب باك شوكولاتة دارك قد كده عشان دي شوكولاتة دايت أو ما بناخدها طول اليوم بقى طول اليوم بقى زي ما قلنا الرجيمي اللي اتعامل الرجيمي اللي قالت عليه اتعامل مع نظام قليل جدا في السعرات دا اللي خصص هي تملي حزبة سعرات على فكر يعني ممكن انت تاخد مثلا اتنين كيوبز هي تاخد واحد بس عشان الوزن مختلف وحنا اتنين بنخيص يعني هو الوزن بيختلف في الانتيك هم عملوا جانرل 100 ألف سعر حراري فده كان قليل جدا تاني حاجة الشوكولاتة الدارك مختلفة عن البيضة في المفروض انها نسبة الكاكاو فيها أعلى فالفوايد أعلى ونسبة الدهون والسكر أقل بس بيقولك لازم نختار الحاجات المضمونة انها فعلا معمولة بجودة عالية يعني مش اي حاجة مكتوب عليها دارك شوكولات بتبقى فعلا صحي الحل ازاي طب نعمل ليه ناكل ولا ما ناكلش هنعرف منين طبعا بيبقى فيه الخصائص الغذائية مكتوبة مش كل الناس تعرف تقراها بس ماشي بس احنا الحل في كل حاجة فيها اختلاف صحيح ولا لا الاحتدال